نجوم التاسعة حلمك ممكن يبقى حقيقة من كل محافظات مصر صوتك حلو؟ حلمك تغني؟ تبقى ستار متكتب شعر؟ خيالك واسع نفسك قصصك تبقى حقيقة؟ ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة عرفنا بنفسك وموهبتك اسمك، تليفونك، محافظتك غناء ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين غني وسمعنا صوتك شعر؟ ارسل أهم ثلاث نمازج من كتاباتك PDF كتابة؟ ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF مستعد؟ جاهز؟ آخر معاد للتقديم 31 يوليو نجوم التاسعة أسهل وأسرع طريق تعرض في موهبتك على قناة مصر الأولى نجوم التاسعة زي ما كنا بنتكلم عن الاهتمام بالرياضة ورياضيين كمان بنتكلم عن الاهتمام بالمواهب اللي موجودة في كل محافظات جمهورية مصر العربية علشان كده برنامج التسعة عمل نجوم التسعة علشان نقدر نشوف ونكتشف مواهب أكتر موجودة يمكن ما بيعرفوش يوصلوا صوتهم في برنامج نجوم التسعة والفقرة اللي اتعملت ونجوم التسعة اللي اتعملت من خلال برنامج التسعة هنقدر نشوف أكتر مواهب في الغنى وفي الشعر وفي القصة القصيرة قدموا لنا وبعاتوا أحسن ما عندكم فدروا سجلوا وحاولوا تطلعوا أكتر حاجة شايفينها كويسة وقدموا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كان المفروض التقديم ينتهي في نصر الشهر ده لكن التقديم امتد لحد آخر الشهر علشان نقدر ناخد كل المواهب اللي متقدماننا لأنه الحقيقة العدد كبير والمواهب كتير علشان كده كل واحد يجتهد أنه يقدم أحسن ما عنده علشان يقدر أنه يدخل في المنافسة لأنه المنافسة الحقيقة قوية والمنافسة يعني مش سهلة أبدا لكن الحقيقة أنه جزء كبير من تحقيق الحلم أن احنا نتعب كمان علشان نحقق ونقدر نوصل خلينا نشوف جزء من النجوم اللي قدموا لنا في النجوم التسعة ونروح نشوف ونسمع يعني هما بعتولنا إيه والمواهب اللي اتبعتت لنا وحنفضل نستقبل هذه المواهب لحد آخر الشهر فيعني إيه هنشوف دلوقتي عينة كده ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم يا طم راحنة يا طم راحنة خذتي بينا وبعدتي عنها هذا الورد كله كسأل جنائم وشفان انмотри يا شرد منه هذا الورد كله كسأل جنائم مش معنا انت شرد منا يا طور حنا يا طور حنا نهور ما كانوا في الألور أحضن خيوط شمس الغروب يا تكون قد الحياة هتعيش وحيد وسط الضروب اليقس ضعف وخوف جبال لكن الأمل يفتح ببال يا تكون قد الحياة هتعيش وحيد وسط الضروب انت رسة زي ما انت عمر في عيني أحلى عمري ده اللي كان بينك وبيني وما تيجي في الكلام سرتك بقول دي حبيبتي ليا دي بنت القصو مستحيلة بل فحقك أي كلمة انت أعلى منهم فوق انت نجمة واللي يسألني عليك بقول دي نعمة مستحيلة وصف جمالك مهما أقول زي ما انت نرمين مختارة تمرحنا لفايزة أحمد غنيها طبعا مش سهلة لكن غنيتها الحياة بشكل حلو انتو كمان قدموا لنا كل المواهب الموجودة عندكو لو انت بتكتب شعر أو قصة قصيرة اكتب وابعت على صفحة التسعة وصفحة القناة الأولى في نجوم التسعة علشان التقديم ممتد لحد آخر الشهر بس وبعد كده حيكون في لجنة من مختصين يعني تشوف بقى كل المواهب اللي تقدمت سواء في الشعر أو في الغنى أو في القصة القصيرة ان شاء الله يكون لكم نصيب في برنامج يعني التسعة ومواهبكو تظهر لناس من خلال التلفزيون المصري ومن خلال القناة الأولى بنسعد بكل المحافظات وبكل المواهب الموجودة في كل المحافظات تقدموا والتقديم زي ما بقول لحضراتكم آخر معادلية هيكون آخر الشهر ده عدد المواهب كبير والمواهبين دايما عندنا كتير في كل المجالات الحقيقة وده بيساعدنا لأنه بالعلوم وبالفنون وبالثقافة نقدر ان احنا نغير يمكن حاجات كتير بقيت موجودة في المجتمع بقيت غريبة على مجتمعنا لكن نحاربها ازاي نحاربها بالرياضة وبالعلم وبالفنون وبالثقافة وباهتمامنا بكل المواهب الموجودة في هذه المجالات